أيضاً موضوع حظر النشر وإحنا قلنا عليه كتير شوية يعني النهاردة في حظر نشر على القضية المتهم فيها أحد القضاء أعتقد ماضي على بيان رابعة اسمه نبيل صادق أنا مش مهتم يعني حقيقي يعني المستشار نبيل صادق النقبل العام أصدر القرار بحظر النشر يعني محتاجين بس نفهم ليه فندم يعني حظر النشر ده لابد أن احنا نفهم ليه مش عشان القضية فيها قاضي يبقى يتحذر النشر وكأن القضاء ما ينفعش أن احنا نعرف تفاصيل هذا الموضوع محتاجين نعرف يعني احنا بنحذر النشر على محطة الطاقة النووية وإحنا مش فاهمين ليه بيعتم حظر النشر على مثلاً قضية فيها قاضي مش عارفين ليه لو قضية فيها زباط بيتحذر النشر برضو لكن القضية اللي فيها مواطنين يتجرسوا بقى زي ما هم عايزين قضية فيها شخصيات عامة يتحذر النشر على طول قضية فساد حظر النشر على طول لكن قضية فيها مواطنين ناس عاديين قضية فيها صحفيين قضية فيها أي حد دول تحياتهم بتبقى تاني يوم في الصحافة وإحنا ما نطلبه هو منع التسريب مش حظر النشر منع التسريب إن كل الناس أمام القانون سواء القاضي والوزير والمواطن كل الناس أمام القانون سواء وكلهم لهم الحق إن تحقيقاتهم تبقى سرية حتى يتم الكشف عنها بوسطة النيابة لكن ناس تتصرب تحياتها وناس يتم الحظر عنها بالقانون لمجرد إنه هم قضاء أو زباط أو لهم أي صفة أخرى لا هنا إحنا ما بنتعاملش مع الناس سواسية وأنا بهيب بالسيد النائب العام المستشار نبيل صادق إنه الحقيقة يعني يكون حظر النشر بقواعد واضحة يا فندم ويكون حظر التسريب بقى على تحقيقات المواطنين ما يبقاش تحقيقات المواطنين أول ما حد تحقيق معه تاني يوم في الصحافة بيتم تسريبها هتقولوا منين أنا معرفش إنتوا سألوا بقى منين